بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي دارسي مكرر جبر المصوفات ومع الجزء السادس من الدرس الثاني تعرفنا في التمريلين السابقين على كيفية حل نظام خطي مقوّن من ثلاثة مجاهيل في ثلاث معدلات في حالتين حينما يكون هناك حلا وحيدا والحالة الثانية حينما يكون هناك عدد لا نهائي من الحلول الآن نحل هذا النظام الخطي والذي ليس له أي حلول في البداية هو نفس النظام الخطي السابق ما عدا بعد تغيير في بعض النواتج أما مصوفة المعاملات فهي نفس مصوفة المعاملات نكتب مصوفة الموسعة له واحد اثنان سالب ثلاثة أربعة ثلاثة سالب واحد خمسة اثنان أربعة واحد اثنان سالب اثنان لوضع هذه المصوفة الموسعة في رو إشلون فورم كما فعلنا في التمرين السابق نضرب الصف الأول في سالب ثلاثة ثم نجمع الناتج على الصف الثاني ونضرب الصف الأول طارة أخرى في سالب أربعة ونجمع الناتج على الصف الثالث فتصبح المصوفة الموسعة في سوبها الجديد على النحو التالي إذا نظرنا إلى آخر معادلتين أحبتي لوجدنا أن الطرف الأيصر سالب سبعة أربعة عشر وهنا سالب سبعة أربعة عشر وهو معاملات الواي والزد فبينما في المعدلة الثانية كان مجموع سالب سبعة WAI زائد أربعة عشر زدي يساوي سالب عشرة كان في المعدلة الأخيرة سالب سبعة WAI زائد أربعة عشر زدي يساوي سالب تمانتاشر وهذا تضارب understand كيف أن يكون الطرف الأيصر متساويا بينما عندنا نتجان في الطرف الأيمن مرة يكون الناتج سالب عشرة ومرة يكون سالب تمانتاشر وهذا هو التضاد ومن هنا يمكن أن نقول أن هذا النظام ليس له حلا ولتوضيح الشكل الذي تكون عليها مصفوف الموساح حينما لا يكون للنظام أي من الحلول فلو طرحنا الصف الثالث من الصف الثاني نوجدنا سالب عشر سالب سالب 18 يعطي ثمانية وهذا هو الاختلاف عن الحالة السابقة لاحظنا في الحالة السابقة إذا كان الصف الأخير كله أصفار أي أننا هذفنا معادلة من نظام الخطي كان العدد لنا هي من الحلول أما إذا ظهر لنا عدد في هذا العمود الأخير ويقابله أصفار في منصف المعاملات في الجزء الذي يعبر عن معاملات المتغلق X, Y و Z فهذه هي علامة أن هذا النظام ليس له حلول